اكدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينال رئيسة مجلس النواب ان مملكة البحرين وبقيادة جلالة الملك المفدة تشهد ديمقراطية راسخة وانجازات متواصلة وشراكة مجتمعية واضحة في ظل المسيرة التنموية الشاملة مشيدة معاليها بتعاون الفاعل بين مجلس النواب والحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء ودعم سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف اليوم أشارت معاليها أن تزامن هذا اليوم مع توقيع مملكة البحرين إعلان تأييد السلام يعد رسالة حضارية للعالم أجمع ويؤكد حرص المملكة على دعم جهور السلام والاستقرار وتعزيز مبادئ الانفتاح وقيم التعايش السلمي وأوضحت معاليها أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين أكد على ترسيخ الديمقراطية وممارسة الحرية المسؤولة وأن الشعب مصدر السلطات وأن العمل الدستوري في دولة القانون والمؤسسات هو المسار الأفضل والأنجع للوصول إلى تحقيق أفضل النتائج وتلبية التطلعات والاحتياجات وفق الممارسات البرلمانية الدستورية وأضافت معاليها أن احتفال العالم باليوم الدولي للديمقراطية لهذا العام تحت شعار تسليط الضوء على الديمقراطية في إطار كوفيد-19 يعد فرصة مناسبة لعرض جهود مملكة البحرين في التصدي لفيروس كورونا والتوجيهات الملكية السامية في إطلاق الحزمة المالية التي ساهمت في دعم القطاعات الاقتصادية والأفراد والمؤسسات بجانب جهود الحكومة الموقرة والمتابعة الحثيثة والإدارة المتميزة لفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد وأشارت معاليها نقصة النجاح التي سطرتها مملكة البحرين في العمل على ضمان صحة وسلامة الجميع من مواطنين ومقيمين وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج النوعية التي عززت من روح التكامل والتعاضد في المجتمع الواحد ومن قدمه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من إسهامات أكدت الدور الرئيسي للمرأة البحرينية في مواجهة التحديات ودعم العاملين في الصفوف الأمامية بالإضافة إلى الدور البارز للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وأكدت معاليها دور مجلس النواب في دعم ومساندة جهور الدولة في التصديل فيروس كورونا